هذه أبرز العناوين ميلاني يسعى للتعاقد مع عبد الصمد الزلزول وريال بيتيس يحدد بديلها عاجل وليد راقراكي يستعد لاستدعاء خمسة لاعبين من الدور السعودي إلى المنتخب المغربية رغم الانتصار الدكيك غاضب من عناصر المنتخب المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ميلاني يسعى للتعاقد مع عبد الصمد الزلزول وريال بيتيس يحدد بديلها يقترب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزول من مغادرة أسوار ملعب بينتو في مارين خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة ويرتبط اسم جنح ريال بيتيس بالعديد من الأنذية الكبيرة في القارة العجوز رغم أنه فقد بوصلت التألق هذا الموسم تحت قيادة مارويل بيليغريني وانتقل الجنح الأيصر المغربي إلى ريال بيتيس في صيف 2023 قادما من فريق برشلون بعقدنا يمتد إلى غاية يونيو 2028 وكشف موقعه عن فوتبول أن إدارة النادي الأندلوسي حددت جنحا يوكاسل الإنجليزي أنكوبا مينتي لتعويض الدولة المغربية الذي بات على مشارف الرحيل وأوضح المصدر أن إدارة الفريق والمدريب مارويل بيليغريني خاب أملهما في عبد الصمد الزلزولي الذي كان يرهين عليه بشكل كبير لتقديم الإضافة المرجوة للنادي ووصل المصدر أن تدبدب مستوى الزلزول ليس هو السبب الوحيد في رغبة الفريق في بي عقدها بل كذلك من الناحية المالية حيث تعكف الإدارة على تحقيق الموازنة المالية من خلال التخلي عن مجموعة من اللاعبين من بينهم الدولة المغربية وشددت الصحيفة على أن مسؤول ريال بيتيس باتوا منفتحين على مناقشة كافة العروض المتعلقة باللاعب المغربية وأن هذا الأخير بدوره يعتزم تغيير الأجواء والعودة إلى التنفس من جديد ومع فريق جديد خاصة بعدما بات لا يفارق ذوكة البودلاء وأكدت تقارير صعفي أن فريق إساميلان يتبع الزلزول منذ مدة ويسعى إلى ضم اللاحب في فترة الانتقالة الصيف المقبلة بطالب من المدري بالإطالي سيفانو بيولي عجل وليد راقراغي يستعد لاستدعاء خمسة لاعبين من الدور السعودي إلى المنتخب المغربي لن تتوقع من هم يواجه المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد راقراغي تحديات كبيرة في الفترة القادمة حيث يستعد لخوض مباراتين حاسمتين ضد الزامبيا والكونغو في شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وتأتي هذه المباريات في وقت يعاني فيها بعض لاعب المنتخب من نقص في التنفس مع أنديتهم مما يتير قلق الرقراكي ويلقي بضلاله على استعدادة أصود الأطلس لهذه الاستحقاقات الهامة ويعاني بعض نجوم المنتخب المغربي من تجاهل المدرب لهم مما أدى إلى شعورهم بالإحباط وضعف حدودهم في المشاركة مع المنتخب ويأتي على رأس هذه الأسماء مرضباتنا الذي أترغيبه عن المنتخب جدلا واسعا بالإضافة إلى محمد فوزير لعب الرائد السعودي الذي عبر عن شعوره بالظلم وعدم رغبته في الاستمرار مع المنتخب كما يعاني إسماعي القندوس مدافع جينة البلجيكي من تهميشه المستمر من قبل رقراكي على الرغم من مستوى التصعود مع ناديها ويضاف إلى هذه القائمة فيصل فاجر متوسط ميدان الوحدة السعودية الذي يعتبر من أبرز لاعب فريقه ولم يتلقى أي دعوة من وليد رقراكي للإنضمام إلى المنتخب وإلى جانب هذه الأسماء يواجه رايان ماييم وهاجم ستوك سيتي الإنجليزي صعوبة في العودة إلى حسابة رقراكي على الرغم من تألقه سابقا مع المنتخب بقيادة المدرب السابق وحيد خلر زيتش إضافة إلى عبدالرزاق حمد الله وعبدالحميد الصابير من الدور السعودي أيضا ويشكل غيبه أولاء اللاعبين عن المنتخب المغربي تحديا كبيرا لرقراكي الذي يحاول بناء منتخب قويا قادرا على المنافسة على التأهل إلى كأس العالم 2026 ونهائية كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام على أرض المغرب إن شاء الله ويطالب العديد من متابع المنتخب المغربي وليد رقراكي بتقديم توضيحات حول السبب تجاهله لبعض اللاعبين وإعادة النظر في اختيارته لضمان تحقيق أفضل النتائج في الفترة القادمة رغم الانتصار أدكيك غاضب من عناصر المنتخب المغربي قال هشم أدكيك مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القحة أن العناصر الوطنية ارتكبوا العديد من الأخطاء رغم الفوز على غانا بتمانية أهداف مقابل ثلاثة على أرضية قاعة المجمع الرياضي الأمير مولي عبدالله بالرباط لحسب الجولة الثانية من المجموعة الأولى وقال أدكيك في ندوة الصعاف عقب المواجهة ارتكبنا بعض الأخطاء مع بداية اللقاء وفي الشوط الثاني تمكننا من تدارك الموقف لحسم المباراة مضيفا هناك مجموعة من العوامل التي يجب تجاوزها للوصول إلى المونديال وهذا كان واضحا في مباراة أمام غانا وجميع الأهداف كانت عبارة عن أخطاء وأكد نسعى لتضحيح مجموعة من الأخطاء والاستفادة منها لنكون جاهزين للمونديال الجمهور مؤتر في كرة القدم داخل القاعة وهذا ربما لم يتعامل معه اللاعبون بالشكل المطلوب في بعض الأحيان ومن الصعب أن تلعب أمام منتخبين يركنوا إلى الخلف والأهم أن ردة الفعل كانت جيدة وقال الإطار الوطني لقد دخلنا البطول كمرشحين فوق العادة ورغم فوزنا بتمانية أهداف نلوم أنفسنا وهذا شرف لنا ويجب أن نفتخر بأنفسنا ويجب أن لا نستقبل الأهداف بسبب الأخطاء لعب أصود القاعة ينتزع لقب الهداف التاريخ لكان الفوصل قاد هشام المسرر للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للفوز على منتخب غانا بالنتجة تمانية أهداف مقابل ثلاثة في تاني مبارية الأصود في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها بلادنا لغاية الواحد والعشرين من أبريل من الشهر الجاري وتمكن هشام المسرر من تحطيم رقم القياس للهداف المزنبيقي موندويش مونداني الذي كان قبل كان المغرب 2024 كأفضل هدف في تاريخ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة برصيد عشرة أهداف ونجح هشام المسرر من تسجيل هدفين في مرمى منتخب غانا ليرفع رصيده في مسبقة الكان لإحدى عشر هدفا بعد أن كانت سجل خمسة أهداف في دورة جنوب إفريقيا عام 2016 وأربعة أهداف في النسخة التي أقيمت بالمملكة المغربية وبالطبط في مدينة العيون عام 2020 وليد راقراكي في ورطة بسبب قرار من مدرب غالطسراي يواجه النجم المغربي حاكم زياش وضعا صعبا جديدا مع مدربه في المنتخب الوطني وليد راقراكي وذلك بعد قرار مدربه في ندي غالطسراي أوكان بوروك بإعادته إلى دكة البدلاء فقد قرر بوروك السبعد زياش من التشكلة الأساسية للفريق لمباراة غالطسراي الصعب ضد ألانيا سبورا المقارر غدا الاثنين في الجولة الثانية والثلاثين من الدورات تركيا الممتز وفق التقارير الإعلامية تركيا فإن التشكلة التي حددها بوروك للمباراة والتي يتم تدرب عليها حاليا لا تتضمن زياش وزميله والفردزها إلا في حال حدوث تغيير مفاجئ وكان زياش قد عاد إلى التشكلة الأساسية لغالطسراي في الجولة الماضية ضد ألانيا سبورا حيث لعب 68 دقيقة قبل أن يتم استبدالها يذكر نزياش قد غاب عن سبع مباريات لغالطسراي في الدورة التركي بعد عودته مصابا من كأس أمامي فرقيا قبل أن يشارك كبديل لفترات قصيرة في الجولة التاسعة والعشرين والثلاثين ويثير هذا القرار قلق جماهير المنتخب المغربي خاصة مع اقتراب موحد المباريات الحاسمة في تصفية كأس أمامي فرقيا 2026 والتي قد تؤثر سلبا على أداء زياش مع المنتخب في حال استمرار وضعه على دكة البودلاء مع غالطسراي تصفية كأس أمامي فرقيا تصفية كأس أمامي فرقيا تصفية كأس أمامي فرقيا